لو عايز تعرف مين هي أشهر وأهم نجمة إغراء في تاريخ السينما المصرية تفرج على الحلقة دي هندي رستوم اسمها الحقيقي نيرمان حسين مراد رستوم اتولدت في 12 نوفمبر عام 1931 في حي محرم بيج بمحافظة الأسكندرية لقب من عائلة تركية مصرية وكان يعمل ضابط شرطة وانفاصل عن والدتها وهي طفلة وظلت مع والدتها حتى تزوجت والدتها مرة أخرى فكررت الزهاب لتعيش مع والدها وكرر أب أن يعلم ابنته تعليما مميزا فالحقها بمدرسة فرنسية التي كانت تعلم بها أولاد الزوات مدرسة ساند فانساي دي بول لتتعلم مع المواد طريقة التفكير السليمة والتحرير من القيود وشاركت في الحفلات المدرسية كالغناء والاستعراض والتمثيل وأحبة السينما وكانت تشاهد الممثلين وتراكب أداءهم وكانت تحلم باليوم التي تكون نجمة مثلهم ثم ذهبت إلى القاهرة في عام 1946 وزاد حبها للتمثيل فكررت أن تعمل كاكمبرس ولو صامت في 8 أفلام ولم تنطق فيهم بكلمة واحدة وبالصدفة رأيت شركة الأفلام المتحدة مع صديقتها لتجري اختبارات التمثيل لاختيار الوجوه الجديدة في الفيلم الجديد أظهر وأشواك وتمت مشاركتها في دور صغير مع يحيى شاهين وعجب بها المخرج حلم رفلة وتمت مشاركتها في الفيلم واكتشفها المخرج حسن الإمام وابتدت حياتها الفنية معاه في عام 1947 في فيلم أظهر وأشواك ويعتبر أول زورها الفني في فيلم غزل البنات في عام 1949 مع نجيب الرحاني وليلا مراد ويوسف واهبي في أغنية مختارية خيل لمدة دقيقتين كاكمبرس راكب خيل وبعد كده عملت أدوار صغيرة كتير وصارت أشهر وأهم نجمة إغراء في السينما المصرية على يد المخرج حسن الإمام الذي استفاد من مواهبها المتعددة وأسند إليها أهم وأبرز الأدوار في تاريخ حياتها واشتغلت في أدوار كتيرة وتلونت من الإغراء إلى الكوميديا إلى الرومانسية وغيرها وعرفت بألقاب ملكة الإغراء ومارلين من روء الشرق وكان معروف عنها أنها ممثلتش مصرح خالص ومثلت في حياتها الفنية حوالي 123 فيلم والأبرز والأهم والأقرب إلى قلبها هم فيلم الجسد ورحمة من السماء امرأة على الهامش الراهبة والباب الحديدي وسراع في النيل وكانت بتكره فيلم أنت حبيبي وكانت هي وفاتن حمامة الأعلى أجر في تاريخ السينما المصرية كانت فاتن حمامة بتأخذ 5000 جنيه وكانت هندي روستوم بتأخذ 4000 جنيه ورفضت فيلم أبي فوق الشجرة بسبب ابنتها وزوجها وقالت أن هي عملت دور زي دوت في فيلم شفيقة القبطية وزعل منها جدا عبد الحليم حافظ وأما عن الجواز التي حصلت عليها شهادة تقدير عن فيلم نساء في حياتي من مهرجان فينيسيا عام 1957 وشهادة النقاد عن فيلم الجبان والحب عام 1975 وتكريم من جامعية العالم العربي في باريس تكريم من مهرجان القاهرة السينما الدولي عام 1993 وكان سعد وهبة هيكرم هندي روستوم لكن هي قالت له كرم شادية قبلي عشان هي أسبق مني وأما عن الزواج تزوجت من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة بسنت وتم الطلاق بعدها وتزوجت من الدكتور محمد فياض أشهر طبيب نساء في ذلك الوقت في عام 1961 واعتزت الفن في سن الاربعين للتفرغ لابنتها وزوجها والاهتمام بزوجها لأنه كان يحبها ويقدرها وأنها لم تكن ندمانة على هذا القرار وكانت أهم التصرحات اللي قالتها أنها كان نفسها في دور ست تافها وأن الناس اجتمعت على أنها ما ينفعش تعمل دور ست تافها لأن كانت شخصيتها قوية جدا وأنها امرأة قوية ما ينفعش تعمل دور ده وكان في تصريح تاني أنها كانت بتقول لما كنت بروح للوكيشن عنشان هنصور كانت بتبقى خايفة أول يوم تصوير لكن آخر يوم تصوير كانت بتفضل تعيط عشان ده آخر يوم تصوير في الفيلم وكانت بتقول أن أول بطولة جت لها بطولة مطلقة كانت فيلم الجسد وراح تشتري التفستان من باريس وتقريبا دفعت فيه كل فلوسها وكانت محقية من محب الفساتين وكانت بتحب تحتفظ بهم وبتحبهم جدا وكان ألوانها المفضلة كان الأحمر والأسود والأبيض في الفساتين وكانت بتحط برفان شانل وكانت بتقول أنا ما عادش بتفرج على مسلسلات عربي ولا أفلام عربي بسبب انتشار الشتايم وقلت الرقابة على الأفلام وأن الأفلام والمسلسلات بقت كئبة جدا وده بيخليها أنها تفرج على أي فيلم تاني ما يكونش عربي وقالت في تصريح أن هي مش هيجي زيها تاني وكان في تصريح لكمال الشناوي قال أن هي ممثلة كبيرة وقدرة تلعب بأي دور يجيلها وكانت معروفة أن هي مبزرة ومصرفة جدا لكن ما كانتش بخيلة ولفت العالم هي وبنتها وكانت معروفة أن هي بتحب تربي كلاب وكانت معروفة أن هي بتحترم الكبير وأن هي كانت أم صعبة جدا في تربية ابنتها وقالت أن هي تحوشت عمرها اشترت بها فيلا في المعادي وكانت عندها فوبيا من أماكن الزحمة وما كانتش بتحب لقب الإغراء مش عشان حاجة لكن عشان ما يصنفهاش تصنيف واحد بس في الأفلام وهي قادرة تتلون في أدوار كثير وكان فيه صحفيين في باريس وأمريكا وكانوا كتبين عنها مقولات وعملوا لها كتب لكن هي رفضت أن هي تنشر الكتاب بسبب أن هي اكتفت وتشبعت من الشهرة وهي صحبة ما قولت أن المخرج قبل النجم مش النجم هو اللي بيختار المخرج بعد كده راحت عملت عمرها مع ابنتها وبعد كده سافروا وعملوا حج وكان معروف أن هي بتحب تزور مسجد السيدة نفيسة وكان لها عادة مهمة جدا في شهر رمضان أن هي كانت بتحب تعمل الأكل العمالي اللي كانوا موجودين عندها في البيت وبعدها توفى زوجها وحزنت حزن شديد جدا وبعدها بعامين نقلت إلى أحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة بعد صراع قصير من المرض حيث دهمتها أزمة قلبية ونقلت إلى مركز أطباء بمنطقة المهندسين وتوفت في شهر رمضان في يوم 8 أغسطس عام 2011 عن سن 82 في محافظة الجيزة كان معكم مصطفى مرشد لو عجبتك الحلقة دوس لايك وسبسكرايب وتنساش تقولي من النجم الجال انت عايز تعرفه